خلونا دلوقتي نصبح على زملتنا العزيزة هالة الحملاوي نتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات صباح الخير يا محمد صباح الخير يا منا وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا طبعا الناس هتبدأ تنزل دلوقتي فمهم نعرف الشوارع أخبارها ايه بعد كده جولة سريعة عن أحوال الطقس نبدأ مع حضراتكم في جولة عن أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر ونبدأ جولتنا كالعادة من القاهرة وتحديدا من ميدان العتبة اللي بيشهد في الوقت الحالي كسفات مرورية نسبية هنفضل ماشيين لحد شارع عبد العزيز هناك هنلاقي برضو كسفات مرورية نكمل جولتنا لحد ما نوصل لمدان طلعت حرب هناك هنلاقي سيولة مرورية هتبدأ تختفي لحد ما نلاقي بعض الكسفات قدام المتحف المصري هناخد طريق كبر اكتوبر واللي هيوصلنا لشارع رمسيس وهناك هيكون فيه كسفات مرورية تبدأ تقل بشكل تدريجي على مسافة قريبة لكن هتظهر بعض الكسفات أول ما نوصل للكرنيش وهنفضل مكملين لحد شبر مصر هنستكمل جولتنا بقى في شوارع الجيزة وهنروح لشارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كسفات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ووصلة لحد الطوابق عند الطوابق تحديدا فيه كسفات مرورية كبيرة بس هتبدأ تقل بعد ما نوصل لمحطة التعاون والعريش لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكسفات النسبية أما لو رحنا لمحور صفت فبيشهد كسفة مرورية بتزيد قبل إشارة جمعات القاهرة في الإسماعيلية هنلاقي أن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجمع والاستان ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية معدى بعض الكسفات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقا على حركة الطريق أما المتجه لبورسعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد هنلاقي كمان فيه سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية في محافظة سهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سهاج واللي الطريق عندها بيشهد كسفات نسبية هنمشي كمان وهنشوف طريق عبد المنع المرياض اللي بيربط عد الطرق الرئيسية فيه سيولة مرورية هناك لكن فيه بعض الكسفات المرورية أعلى نهر النيل كمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كسفات نسبية وفيه كسفات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سهاج كمان فيه كسفات مرورية بس بسيطة بتزيد مع ساعات الزروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارعات تحرير كده خلصت جولتنا المرورية هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى ووجه البحري وجنوب سيناء وشمال السعيد فيه شبورة مائية الصباح تكون كسيفة أحيانا وتوصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هيكون فيه نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعادية وممكن جدا يكون مسير للرمال والأتربة على بعض المناطق كمان فيه النهاردة فرص الأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى على مناطق متفرقة وفترات متقطعة أمطار خفيفة كمان ممكن تكون متوسطة على الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والسواحل الشمالية الغربية أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية هتكون رعادية أحيانا درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان وإيه 36 أقل درجة حرارة في السلوم 25 درجة طبعا هنتابع مع حضراتكم التقس بالتفصيل بس بعد شوية دلوقتي هنرجع مرة تانية لمحمد ومنا ومتابعة باقي فقرات سبع الخير يا مصر شكراً لكي هل شكراً شكرا